النهاردة بنتكلم عن الستات وشخصية الستات وازاي تفهمونا انتو يا رجالة خلي بالكو احنا هنا بنفسر او بنحلل شخصية انواع من الستات عشان تبقوا فاهمين يعني مثلا ليه دايما الراجل بيجري ورا الست اللي بيبقى شايف واحد تاني بيجري وراه معا ان الست دي لو لوحديها وبتحمله كل حاجة وبتجري وراه وتتمناله الردة يرضى تلاقيه بعد عنها يعني المطارد دايما يعني ايه يعني انا طول ما انا عادي انت بالنسبالي وفيه غيرك يتمناني تلاقيه الراجل بيعمل اقصى ما عنده وفجأة الراجل او ما هتملك الست دي يبتدي يلعب عليها كل الالعيب النفسية اللي هو طب انت عايزني وانت عايزني وانت وانت وكيف الاخر سبيته ممه الاتنين وماشي دي اسمها ايه في الحالة النفسية للست بوسي ان انا انا بقولك انا انا بفكر في شخصية نسائية انا بفكرش فيها كست اه كحالة انا بفكر في شخصية لان ما ينفعش عامل الستات كلهم في ست واحدة وانا بابدأ افكر فيها هي اتربت ازاي واشتغلت ازاي والدنيا اصطرت فيها ازاي بحيس انها تبقى الشخصية دي لان تفكير الراجل عن الست انا وجهة نظري يعني هو الراجل والست دول كائنين مختلفين تماما يعني ما يفعش تفكيرهم واحد تماما وكل ده كائن مختلف لكن مثلا ايه يعني اقولك ايه يعني ده خل وده خل اه وده حتى الوظيفة بتاعت البني ادم كوظيفة جسدية بتاعت البني ادم الراجل كالست تماما مخلوقين لكده ده حاجة وده حاجة فانا لما بفكر في الست اولا بفكر فيها كشخصية مستقلة بنفسها اه مش بقى فكرة الستات عندهم مش عارف ايه اللي هو البشين من دماغي السور الزهنية اللي لزقة في دماغنا ان الست لازم تبقى عاملة ازاي لازم تبقى تفكر بعطفة هلأ اه انا فكر ذاب الست 되ا اسايتBe��요 اشخصية بتاعتها بدأت تتولات تتلزيعي من الناس اللي كانوا ايه التربية اللي خليتها وصليته المحلوظيا RICH فبداها بدأ ابنيها كبني عدم اذاب اعطوا فكرة ملابسìها فيها ايه السيتة عايزة ايه ورجل عايزة ايه والخدر